لما نيجي نتكلم عن الكوميديانات في السلمة المصرية هنلاقي عدد كبير جدا ممكن أقولك 100 اسم ناس شاركوا في الكوميديا بشكل أو بآخر في الأعمال الفنية ولكن لما تيجي تسألني مين تميزت في الأدوار الكوميديا سواء زمان أو دلوقتي هتلاقي واحدة حضرة من زمان لحد النهاردة وبقوة ولا يمكن أن تكون ما تعرفهاش أو على أقل لم تعجب بدور واحد من اللي هي عملته لأنها كانت بتلعب أدوار كوميديا بمنتهى البراعة بمنتهى التلقائية برغم أنها حصرت نفسها في دور الحمى القنبلة الزرية ولكن تعتبر من أشهر الكوميديانات في التاريخ الفن المصري على الإطلاق باختصار هنتكلم عن الجميلة ميري مونيب ميري موجودة في دمشق سنة 1905 وأول ما خلفه البنت الجميلة اللي اسمها ميري سليم حبيب نصر الله قالوا إحنا خلاص حنسيب دمشق ونطلع على القاهرة ولدها كان في دماغه أنه هو عايز ياخد شوية فلوس ويروح يستثمرهم في العاصمة المصرية القاهرة واختار حي شبرة في القاهرة والحي ده شهير والحي اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتي هيلقي دايما أن معظم الفنانين بيبقوا قاعدين في شبرة اشمعنا شبرة تحديدا مش عارف ولكن هتلاقيهم بيتمركزوا في شبرة وعدد كبير منهم قوي موجودين في شبرة لما وصل عمرها 12 سنة التجارة بتاعت والدها ما مشيش حالها خالص الدنيا بازت معاه واضطر أنه هو يقفل تجارته وظاهر أن الخسارة كانت تقيلة قوي لأن الراجل ما قدرشه وما استحملش وتوفى فجأة لما توفى الحال بتاع ميري واخوتها وامها كان عندها مشكلة كبيرة جدا بقى ما عندهمش فلوس يصرفه زي ما كان الوالد عايش الله يرحمه ده طبيعي ومنطقي هنا ميري كانت قدام اختيارين لا ثالث لهم الاختيار بيقول أن أنت هي تكملي في التعليم وتعيش بنت فقيرة يا إما أنت تسيبي التعليم دلوقتي وتأجليه وتروح تدوري على شغل علشان تكلي أنت والدتك وأختك والحقيقة أن ميري اختارت أن هي تروح تشتغل وتسيب الدراسة ولكن بنت عندها 12 سنة ممكن تشتغل في ظل الظروف كانت بتلعب دور أم أحمد في المسرحيات اللي هو بيعملها فقاد الجزائر لي راجل مشهور وعنده الفرقة المسرحية بتاعته بيقدم عروض كتير وشاف أن ميري منيب شبه أم أحمد وعايزها تشتغل معاها علشان أم أحمد كانت تعبانة والمسرح حال واقف وعطلان والحقيقة أن أم أحمد كانت من الناس اللي بتعمل برضو الأدوار بتاعت الحمى المتسلطة اللي بتتدخل في اللي يعنيها واللي ما لا يعنيها والدنيا كانت خربانة مع الحموات في المسرح بتاع فؤاد الجزائري هنا أقرر أن هو يضم ميري منيب للفرقة بتاعته علشان تلعب الدور ده والحقيقة أن ميري لما دخلت لأول مرة المسرح ووقفت قدام الجمهور ما قدرتش أن هي تنطق بالجمل بتاعتها كانت خايفة جدا وكان عندها رهبة كبيرة من الوقوف أمام الجمهور وأصيبت بالخرص فيه اليوم والناس فضلوا يضحقوا عليها ويتريقوا عليها ولكن فؤاد كان شايف أن هي ممثلة شطرة وحيتصلح حالها في الأيام اللي جاية وبالفعل اداها الفرصة بعد كده أن هي تشتغل تاني وتوقف تاني قدام الجمهور وخلاص بقى اتفكت عقدة لسانها وتعودت على الرهبة بتاعة المسرح بعدها انضمت لعدد كبير من الفرق المسرحية زي مثلا فرقة علي الكسار فرقة أمين عطلة وفرقة نجيب الرحاني ويمكن فرقة نجيب الرحاني دي كانت من أهم الفترات اللي هي اشتغلت فيها وكانت رئيسة الفرقة وليها دور كبير جوة الفرقة وأصبحت نجمة معروفة وطبعا كانت السلمة لسه في بدايتها لسه بدء أو المسرح قوي جدا والناس بتحب المسرح أكتر من السلمة أو الانتاج السلمائي كان بسيط وضعيف يعني فكان للمسرح الكلمة العليا ولكن أول ما السلمة فتحت أبوابها دخلت ميري مونيب السلمة من خلال فيلم اسمه ابن الشعب وده كان سنة 1934 الحقيقة من دخولها السلمة سنة 1934 وهي عملت أعمال فنية كتيرة يمكن حوالي مئة فيلم والعديد من المسرحيات وزي ما كانت بتلعب دور الحمى المتسلطة في المسرح كمان لعبة دور الحمى المتسلطة في السلمة وأكيد أنتوا وأنا بكلمكم نهاردة عارفين أن ميري مونيب اتشهرت جدا بموضوع الحمى المتسلطة ده ويمكن المخرجين ودايما نقول كده أن المخرجين والمنتجين كانوا بيحصروا الفنان والحد النهاردة هتلاقي الموضوع ده الفنان اللي بينجح في دور ماء المخرج والمنتج دايما بيجيبوا في الدور ده لأنه ضامن أن الشخص ده هيعمله كويس وضامن أن الجمهور هتقبله على حاله ميري مونيب ما كانتش حالة شاذة وكانت زيها زي بقية الممثلين طالما أن هي نجحت في دور المرأة المتسلطة يبقى هتفضل طول الوقت تلعب دور المرأة المتسلطة أو الحمى القوية والحقيقة أن هي كانت صدقة جدا في الدور ده وكانت بتعمله بمنتهى البراعة وبمنتهى الجدارة وأكيد كلنا عارفين قد إيه هي كانت شطرة في الموضوع ده وقد إيه إحنا كنا بنحبها وقد إيه كنا بنصدقها ده بالنسبة للحياة الفنية الميري مونيب تعالوا نشوف بقى الحياة الأثرية أول زوج في حياتها وأول جوازة في حياتها كانت من فوزي مونيب وده رجل ممثل مشهور كانت في يوم من الأيام وهي عمرها 14 سنة كانت رجبة قطر متجه إلى دمشق وتعرفت على فوزي مونيب وكان بينهم نظرات إعجاب وهم جوه القطر والحقيقة أن هم شكلهم يعني حبوا بعض في أقل من 30 ثانية لأن أول ما وصلوا حصل أن هم قرروا أن هم يتجوزوا والأمر ده تسبب في إغضاب والدتها جدا ومعارضتها بشدة للموضوع ده واستمرت في رفض الزيجة دي لدرجة أنها حاولت أن هي تجبره على طلق بنتها لكنها ما نجحتش في ده ومن هنا جه اسم ميري ميري مونيب نسبة لجوزها فوزي مونيب واستمرت الجوازة دي فترة وخلفت منه ولدين سفرت ميري هي وجوزها لبنان بعد موافقة والدتها واشتغلوا مهناك فترة طويلة وقدروا أن هم يحققوا مكاسب مالية ضخمة لكن الزوج طلقها بعد فترة بعد معرفة أنه هو تجوز عليها في السر واحدة من الموجودة معاهم في الفرقة والحقيقة أن هي كانت صديقة ميري جدا وكان اسمها نرجس شوئي الجوازة التانية كانت من المحامي عبد السلام فهمي وده جوز أختها جوز أختها كان تجوز أختها من فترة وخلف منها حوالي ثلاث ولاد والأخت توفت بعد كده وميري لقيت نفسها أن هي مجبرة أو مش مجبرة يعني ولكن بحكم العاطفة أن هي تربي ولاد أختها قررت أن هي تتجوز المحامي عبد السلام فهمي وبالفعل اتجوزته وعاشت هناك مع والدته ووالدته كانت يعني من الناس اللي بيكلمها كتير عن الشريعة الإسلامية وبيسمعها قرآن أو بحكم أن هي بتحتك بالطقوس الإسلامية يعني وتلاوة القرآن كانت كل يوم الموضوع ده بيحصل في بيت حماتها وحماتها كانت بتشرح لها معنى الصور وحفظتها بعض آيات القرآن وبعد كده ميري مونيب أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية سنة 1937 وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة وكتب في الوثيقة حضرت السيدة ميري مونيب المقيمة في ستة شارع روبي شماع بشبرة وبأنها كانت مسحية كاثلوكية واعتنقت الإسلام ونطقت الشهادتين واختارت لنفسها اسم أمينة عبد السلام نسبة إلى زوجها عبد السلام فهمي عبد الرحمن أحمد المقيم بنفس المنزل المذكور وبكده عبد السلام يبقى هو سبب في إسلام أختها بالإضافة إلى أنه هو سبب في إسلامها بعد كده الحقيقة علشان تربي ولاد أختها اضطرت أن هي تبعد عن التمثيل فترة طويلة بالإضافة إلى أنها رجعت للتمثيل بعد ما الولاد كبره شوية وآخر عمل فني لها كان لصوص لكن ظرفاء اشتغلته مع أحمد مظهر وعاد الإمام والفيلم ده خلصت الشغل فيه يعني والفيلم خلاص كان تمام وهيتعرض وكانت بتعمل مصرحية من المصرحيات وقتها واليوم ده كان على غير العادة بتتكلم في الكواليس كتير وبتحكي عن ذكريات الفرقة المصرحية بتاعت نجيب الرحاني وبتحكي عن ذكرياتها وطفولتها وتاريخ دخولها الفن وتكلمت كتير وكانت رحها مريحة للغاية بالإضافة إلى أنها كانت عملت المصرحية دي على أكمل وجه والناس كانوا مبسوطين فوق ما تتخيلوا بتمثيل ميري مونيب اليوم ده خلصت المصرحية ورجعت على أفلتها في شبرة ونامت عادي يعني زي ما بيحصل كل يوم إلا أنها زوجها حس أن الزوجة بيصدر منها بعض الأصوات الغريبة ميري مونيب يعني بيصدر منها بعض الأصوات الغريبة حاول أنه هو يصحيها يصرخ عليها لدرجة أن أولادها وأولاد أختها حاولوا يشوفوا مالها فيها إيه ولكنهم اتصدموا أن هي توفت دون أي سبب ودون سابق انذار اتوفت فجأة ومش معروف إيه سبب وفاتها يعني ولا كانت بتعاني من إيه وده كان سنة 69 تحديداً 21 يناير الممثلة الكوميدية ميري مونيب مش هتكرر لو جيت تدور على أي حد شبهها النهاردة أو قبلها أو بعدها هتلاقيها هي وحيدة مميزة وطابع خالص مصري برغم أن هي من أصول شامية ولكن الوطن العربي كله نفس الروح ونفس الدم وطبعاً ميري مونيب كانت مؤثرة في الفن المصري ومؤثرة في الوطن العربي بشكل كامل يعني عايزين بقى كلنا وإحنا بنشوف الفيديو ده ندعي لها بالرحمة ولو شفنا أي عمل من أعمالها اللي تخطط أكتر من مئة فيلم وأكتر من متين مصرحية أو أعمال فنية كتيرة شركت فيها لازم ندعي لها بالرحمة شكراً لكم وأشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلام